ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالإضافة لتغيير استخدامات بعض الأراضي إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بإعلان بعض المناطق مناطق إعادة تخطيط وخلال الاجتماع وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استصدار قرار جمهوري بتخصيص مساحات من الأراضي بمحافظتي الأقصر وسهاج لإقامة مدينتي إسنى وجرجة الجديدتين